اهلا بحضراتكم من جديد كابتن يحا يمكن موسم حتى الان الحمدلله موفق اه كلمنا عن البدايات يمكن بدايات الموسم كله بيبقى اي مدير فني بيبقى ليه بلان محطوطة كلمنا عن بداية الموسم اه بداية طبعا احنا الموسم اللي فات طبعا الحمدلله ربنا اكرمنا وخدنا التربة وطراطة اللي كانوا لينا في السهل اللي فاتت عشان تجاهز السنة اللي بعدها بتبقى الدنيا اصعب شوية بحيث ان الدنيا كل فرقة بتقوين نفسها برضو وانت مفروض ان انت تشتغل على الحاجات على اخر حاجات انت اشتغلت عليها واخر طريقة اللعبة اشتغلت عليها عشان تطور من نفسك طبعا بداية الموسم كانت طبعا ان انا عدت مع البنات اتكلمت معهم كتير الموسم ده هيكون اصعب من السهل اللي فاتت انت عشان تحافظ على اللي انت عملته السهل اللي فاتت انت كنت تستغل قبلها كنت اخفقت في ثلاث بطولات فانت ترجع اللي كانت بطولات تاني وده حق انت تعبت فيه في ثمن شهور رجعتهم في ثمن شهور ده الموضوع هيبقى يكون صعب فاكلمت معهم كتير المرحلة جاية يكون صعبة وهما وهم طبعا عرفوا طريقة طبعا في طريقة التعامل يعني في التدريب او في النادي يعني بس بدينا طبعا الصعبات اللي قبلك تكتوب يعني ايه الصعبات اللي انت حدا كنت شايفها في بداية الموسم وانه انت كنت محتاج تشتغل عليها يعني انا حدا كنت قلت انه هو عشان حافظ على لازم اطور من نفسي اتحدى او صلح بشكلي انت كنت شايف ايه اللي كان عندك المشاكل هل في عجز في مراكز هل في اعداد معين هل في ناحية بدنية ايه المشاكل انت كنت بص هو طبعا هو في عندي عجز في في مراكز بس اصلا مفيش يعني يعني لعيب في مصر او نادي يقدر يديك لعيبة معينة يعني نعم اه الحيطة البدنية طبعا ان استنادي اه جبت حاجتين دخلوا علينا يعني كان اللي هو محلد الاداء طبعا كابتن محمد سليمان ده طبعا هو ده شار مع المنتخبات اه وطبعا حليل معي اه محلد اه بتاسمو ايه ها ها هو ابداد بيداني طبعا معي اه طبعا معي ده وموسم هجنزنا طبعا الحمدلله كل هاجات اه ننجد له صلاحيات هنا اه طبعا طبعا طبعام في بادنيين مادهوش صلاحيات او بيبقى من خلالك لا لا طبعا واشن ورقة ونا hormone العدت معا طبعا وشوف لان اعمل ايه مثلا اذ كان البرنامج الشالي او البرنامج الاسبوع البيانا يعد معا ايه وكده بحيث ان احنا بانجهز للبنات اصلا ودائما فيه مرشاة دائما بكون ضعيفة عندي او 3-4 مرشاة او 3-7 واربا بشتغل بعل الحمل امتى بحيث ان انا بعد كده عندي اخر كان اخر مرشاة في دول الاول واخر مرشاة في دول التاني هم اقوى 3-4 مرشاة بالنسبة لي فكنت بعل الحمل في المشاة الضعيفة بحيث ان انا اعلى وانزل الحمل معهم وكمل اصلا اخر 3-4 مرشاة هي ظروف من اولها كنت انا طبعا مكان البنات ان الموسم صعب فمنشار عليها ونشار كمان على نهاية الموسم احنا مثلا دلوقتي في حال التوقف اصلا الجدول لسه منزلش دلوقتي 10 ايام اجازة فنبدأ ان شاء الله 3 اللي جاي فاطل الالتاني خالص بحيث ان كمان المشاة اللي جاية دي هكون اصعب ان انت بتواجه اقوى 6 فرق او اقوى 5 فرق فبقى كل المشاة صعبة بحيث ان انت كمان عايز تفضل راكب الجدول في كل المنشاة وربنا يا كريم نتخلين